موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتي في صيامي عنوان الحلقة اليوم قاهرات الجوع والعطش قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية الصحور وتأخيرها قدر الإمكان لمواجهة طول فترة الصيام في الصحور علينا أن نتناول كميات كبيرة من الكربوهايدرات المعقدة هذه الكربوهايدرات تحتوي على كميات عالية من الألياف مثل الخبز الأسود الحبوب والبقوليات مثل الفول الفواكه مثل الموز كوب حليب خالي من الدسم هذه المواد تساعد على تحمل ساعات طويلة من الصوم لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والألياف تحتوي على نسبة عالية من الماء مما يخفف العطش ويخفف الجوع أيضا هذه المواد تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يمنع العطش أيضا هذه الكربوهايدرات المعقدة تهضم ببطء وتشعرك بالشبع لفترة طويلة وتمدك بالطاقة لفترة طويلة فهي موجودة في البطاطة في البقوليات أيضا تناول كمية من المكسرات الخالية من الملح خلال فترة الصخور هذه الكمية تمدك بالبروتينات وبعض السكريات والدهنيات التي تمدك بالطاقة والسعورات الحرارية خلال فترة الجوع يبدأ الجسم كما ذكرنا بحرق السكريات والدهنيات للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى خسارة في الوزن وتعديل نسبة السكر والدهون في الجسم مما يقه من العديد من الأمراض ننوه مرض السكري وأمراض الأوعية الدموية والقلب كما ذكرنا ثمان ساعات لحين التخلص من آخر وجبة تناولها عند فترة الصخور وتكون الأمعاء قد أتمت امتصاص المغذيات من الطعام واستفادت منها لذلك الجسم يجب أن يدرك أنه يجب أن يعوض هذه الطاقة خلال وجبة الإفطار والأهم وجبة الصخور يجب أن تكون كما ذكرت ألح سكريات معقدة مليئة بالألياف كما ذكرنا الصائم إذا اعتمد هذه الوسيلة يخسر العديد من الوزن ويحافظ على عدم نقصان العضلات لأنه لا يحتاج إلى التخلص من البروتينات المخزونة في العضلات ولا يشعر بالهزل أيضا أعود أكرر أن الأتدال في تناول السكريات والدهنيات ينظم الهرمونات التي تفرزها الغدى الأم الصنوبرية النخامية في الدماغ فيساعده على التخلص من أعراض غديدة إذن التحكم في كمية الحلويات والدهنيات يجعل صومه هادئا بإفراز الغدى النخامية والصنوبرية للهرمونات المتعددة أيضا تناول اللبن واللبن والبيض المسلوك خلال فترة الصخور يساعد في تنظيم هذه الهرمونات نعود لوجبة الإفطار ووجبة الإفطار يجب أن تنقسم إلى ثلاث وجبات حتى يكون ما بعد الصيام شعورا طيبا لإتمام يومه الثلاث وجبات يجب أن تبدأ بعد آذان المغرب بتناول كمية بسيطة من الماء مع ثلاث حبات من الطمر لماذا الطمر؟ لأنه يحتوي على ألياف ويحتوي على سكرية بسيطة تمد الجسم بالطاقة لهذه الفترة البسيطة بعد تناول الطمر والماء أنصحه بأن يؤدي صلاة المغرب يرتاح مص ساعة وبعدها يلجأ إلى الوجبة الأساسية التي يجب أن تحتوي العناصر الغذائية الأساسية من خضروات وبروتينات وسكريات الأكل المتوازن المتعدد الأنواع والغني بالألياف والخضروات يشعرك بالشبع والامتلاء وعدم التعب لأنه إذا أكلت وجبات غنية بالدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة العبع على المرارة وأنزيمات الجهاز الهضمي مما يشعرك بالانتفاخ والشبع المبكر خفف الملح في المأكولات ابتعد عن المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكفايين مثل المشروبات الصناعية أكثر من شرب الماء بعد ساعتين من الإفطار عليك بالمشي ولولا نصف ساعة حتى تساعد في هضم هذا الكم من المأكولات إذا كان الجو حار تجنب الحرارة الشديدة لكي لا تفقدك جزءا كبيرا من الماء الذي تناولته وتشعر ثاني يوم بالعطش الشديد والجفاف لذلك شرب الماء بعد الإفطار يحتاج الإنسان إلى تقريبا من 8 إلى 12 كوب 2 لتر توزع بين الإفطار والصخور صياما مقبولا إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج صحتي في الصيام اشتركوا في القناة